يجب عليكم العافية بعد هذا الفيديو سنشرح حال ايكسرسايز 2 بدورة 2022 الاستثنائي كما رأيت قد يجب ان يتجاوز أكثر 1 و 2 بسيطة و الانراجعة حتى نرى الحال تابعنا بعض اوكي خلينا نبالش نقرأ هيدا السؤال the purpose of this exercise is to study the motion of a hockey puck m is taken as a particle of mass m equal 170 grams which is equal to 0.17 kg مثل العادة نعرف ان SI unit هي 1 kg و is taken as a particle you can slide on a horizontal ice rink a hockey player hits puck m with his stick from point a فهمت لما ترى ضرب puck على النقطة a و اكيد راح تصوب x axis وصلت على point b take the horizontal plane passing through m as reference level for gpe اكيد بهذا السؤال طالما نحن ماشينا على horizontal وعلى a عند b وما يأخذين point particle هيد gpe فاكيد على طول تطلع معنا gpe سنبدأ باول part من السؤال the collision between m and stick occurs in a very short time choose the correct sentence out of the three following sentences طبعا بالcollision لازم نفهم شغلي قبل ما نجاوب انه upon collision شو بيكون في عندي كونزيرت لانتذكر في عندي البي كونزيرت على طول بينما الكاينتك انرجي في عندي تو كيسز هي بتكون اذا كانت كونزيرت تكون إذا كان من الانتراضي فهذا بحالة واحدة تكون كينتك انرجي تكون افضل لما يكون في السنتنس التي تدامكم هون أول سنتنس عندكم قالكم أن الانتراضي متى كينتك انرجي تناسر لذلك هذا هو الجواب غلط لأننا نحن فقط كينتك انرجي تكون من المجلسة تكون مجلسة بينما الكنيات الأنظر لا يتسير مجلسة لكي يكون مجلسة فقط يكون مجلسة تعطين أن هذا الكلجيان وهذا الكلجيان الموجودة لا تذكر إذا كان الكلجيان لهذا السنتنس 2 هو السنتنس فالجواب هو سنتنس 2 فعال 2 Just after the collision, M is launched from point A with a velocity VA equal to 18I تلاحظوا أنه I بهذا الاتجاه, الاتجاه الشمال يعني كل شيء الاتجاه على الشمال سيكون positive وعليمي بيكون negative Puck M moves on the I-Srink along an X-axis and it stops at B فمعنى أنه إحنا لما وصلنا على الpoint B صار عندي V equal 0 بعد مرارة A-B قيمة A-B 54 متر قمنا على الاسافة 54 متر during a time delta T ما معروف فهذا قمنا بإمكاني, مشينا وانطلقنا من سرعة 18 along X-axis وصلنا على الpoint B ووقفت الparticle عندي Part 2.1 ماذا يقول لك؟ calculate the mechanical energy of the system at A and then at B calculate يعني بدي يطلع الفاليو. هنبلش أول شيء بالA يلي كاينتك على A زائد potential energy على A potential energy على A is equal to zero since it is the gravitational potential energy at A equal zero since the height is zero طبعا طبعا مثل ما قالنا stated give me X-axis and the next step مVa squared يعني نص مضروبة 0.17 مضروبة 18 squared جواب هاي سيطلع 27.54 جول هذا بالنسبة للميكانيكال انجيات اي بينما الميكانيكال انجيات بي is equal to the kinetic at b زائد potential energy at b both are zero since it stops at the horizontal level فهون لانا ال-v equal zero وهون لانا ال-height equal zero وكيد ما عندي elastic هون وبالتالي it is equal to zero joules at b part 2.2 شو عم بيقلي بدو عم بيقلي deduce that m is submitted to a friction force f during its motion between a and b طبيعي بما انو الميكانيكال انجي at b is less than mechanical energy at a هيدا بياني انو في عندي friction exists او اذا بدنا فينا نقول انو بما انو الميكانيكال انجي is not conserved هيدا بيعطيني انو friction different than zero او it exists part 2.3 عم بيقلي given that the value f of friction is constant and deduce that friction equal to هال ادي فنحن لحظة نطلع لفريكشن وبعده عم بيقلي deduce يعني من non conservation للميكانيكال انجي كيف نعمل للميكانيكال انجي نعرف the theorem of non conservation of mechanical energy بيقول انو delta m e equal work للفريكشن بشكل عام وللتالي صار عندي mechanical energy b نعص mechanical energy a equal FR ضرب AB ضرب cosine 180 ديجريز يعني minus هذا zero minus 27 5.54 equal to friction مضروبي 54 مضروبي minus 1 من بعد ما نشأل بالارقام هنحصل على انو friction بتساوي 0.51 50 newtons this is part 2.3 طيب 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 أول شيء قال لي name شو هنالفورس او انو كأنو عمام الليست حنبلش بأول شيء بالweight حنقول الدول بي عبارة عن الweight of buck of m تاني فورس اللي عندي ايه النورمال راكشن حنقولي النورمال راكشن of the support والثالث فورس عندي ايه اكيد الفريكشن هتكون انتجيها على اليمين F او F R حصب هلقولي حصمي ليه F فبالتزم بال F فهي الفريكشن وهكي بكون رسمتن وحبطلو اسماء شو هنالفورس البارت اللي بعده شو هات the sum of these forces is sum of the force equal minus 0.51I فسمply نحنا ما نحط شوش sum لها هيدول الفورس sum للforces external is equal to W plus N plus F W will N جمعون كvector is شو 0 ليش لانو هوني they are on Y axis and we have no motion on Y axis وبالتالي W plus N جمعون equal 0 فالصم للforces external is equal to the friction which is equal to minus لانو عندي اتجاه الاي بهذا الشكل وهي عقس الاي فهي هتكون minus F times I which is equal minus 0.51 times I هكو برهنته 2.5 2.6 وعم بيقلي determining the linear momenta PA at point A and PB at point B فلنطلع PA هنقول هي عبارة عن mass times VA الماس هي 0.17 مضروبي بالVA يلي هي 18I فالجواب حيطلع معي 3.06I اما بالنسبة للPB فاكيد حيطلع M times VB والVB equal 0 وبالتالي PB equal to 0 deduce the variation Delta P of the linear momentum بالpart اللي بعده during Delta T 2.7 Delta P هي عبارة عن P final مع P initial يعني PB minus PA it's equal to 0 minus 3.06I وحطلع minus 3.06I اما اخر part هنبي يكالكولي Delta T knowing that Delta P equals sum Delta T وحطا لو هيدا ليس اعطيني الـ مثل ما شايفين فلعن احنا نعرف قاعدة الأساسية هي Newton's second low شو بيقول يقول ان summa summa force external is equal to Delta P على Delta T بشرط انه اما الفورس يكون constant مثل ما شفنا بالسؤال أو Delta T تكون very small فالDelta T شو حتساوي حتساوي Delta P اسمي شو summa forces يعني حتساوي minus three point zero six I اسمي summa forces minus 0 point fifty one I طبعا I مع I فينشي الجواب هي يعطيني هيك بيكون انتهى هيدا السؤال وبتمنى يكون كل شيء واضح للكم فهيدا سؤال نموزج عن linear momentum questions و موزج عن كما لاحظنا نجد نرى ما هي التي أتيتنا في التدريس نحن نحن حيث نحن 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 حسنا شكرا للمتابعة او لقونا بفيديوة لحقة على دورات دورات الألأس ان شاء الله بهذه السيريز التي نغطيها يعطيكم ألف عفوة